خلال سنوات الحرب، سعد جميع الأطراف الفاعلة في سوريا لاستمالة العشائر العربية وكسب ودها، لما لها من دور اجتماعي وسياسي في المشهد السوري. الاهتمام المحلي والإقليمي والدولي ازداد تجاه العشائر بعد انتهاء المعارك الكبرى وبقاء مناطق التنازع والنفوذ قائمة بين جميع الأطراف. الصراع على كسب ورقة العشائر ظهر عبر عقد اجتماعات ودعوة الألاف من أبناء العشائر لحضورها. بدأها النظام بمحاولة كسب دعم العشائر التي تقع في نطاق نفوذه، ليعلن أواخر كانون الثاني 2019 عن عقد اجتماع عشائري في منطقة أثريا بريف الرقة. بتزامني مع هذا الاجتماع، دعت تركيا إلى اجتماع آخر للعشائر السورية في منطقة عزاز الحدودية، تبعه اجتماع في منطقة سجو، وانتهى إلى الإعلان عن تشكيل المجلس الأعلى للقبائل والعشائر السورية ومجلس الأعيان. أما الإدارة الذاتية المدعومة أمريكيا، فقد سعت أيضا لإظهار قدرتها على الإمساك بطرف من ورقة العشائر، فجمعت الآلاف من الذين يعيشون ضمن نطاق سيطرتها، وأقمت لهم اجتماعا في منطقة عين عيسى بريف الرقة التي تمثل العاصمة الإدارية لها. النظام عاد ليستغل تصاعد التوتر بين العشائر العربية وقوات سوريا الديمقراطية شرق الفرات، خصوصا بعد اغتيال رموز عشائرية في آب العام الجاري، محاولا تفعيل شعار المقاومة الشعبية ضد الوجود الأمريكي في المنطقة من خلال وجهاء قبائل موالين له. إيران هي الأخرى بذلت المزيد من الجهود في سعيها المتواصل لكسب العشائر العربية والحفاظ على العلاقة المصلحية معها في محاولة لقطع الطريق على القوات الروسية التي تنتشر شرق سوريا. التحركات الإيرانية بدأت بتنظيم لقاء كبير في الملعب البلدي وسط مدينة الميادين منتصف كانون الأول الجاري، وبعد أيام غادر وفد من وجهاء عشائر عربية في شرق الفرات إلى طهران للقاء مسؤولين إيرانيين حسب ما كشف مرصد مينا. لعل غياب الفرص السياسية وتردي الوضع الاقتصادي والتهديدات ساهم في تحديد الدور الرئيسي لمواقف العشائر وجعلها تنقسم بين تحالفات، فهل ستكون هذه التحالفات ضمن مشهد سياسي مستقبلي لسوريا تكون العشائر جزءا بارزا منه؟